ولن يشدد دين أحد إلا غلبة تشدش على نفسك لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ليه شددوا على أنفسهم ربنا يكفيك الشر بيبقى مرض نفوس بجد والله مرض نفوس لو نيجي كده في أداء المناسك واحد يقول لك أنا همشي من من المزدلف أنت مشي ليه ربنا عمل لنا دبا نركبها والعربية مكيفة مش فاهم أنا يعني طيب نيجي يوم عارفة الناس عايزة تقف في الشمس أنا مش فاهم تقف في الشمس ليه هو الظل حرام ده الجنة ظلا ظليلة يعني أنا مش فاهم ليه الناس متخيلة ليه الناس متخيلة أنه لازم أتعب قوي ليه تتعب قوي إحنا بنقول التعب ده هتؤجر على قد تعبك لو الراحة مش موجودة ليصلي أحدكم نشاطة النبي يقول كده صلي وانت نشيط مش وانت تعبان مش وانت حران واحد حران قوي وعرقان لا شغل التكييف شوف إزاي لا ما تصليش وانت جعان ايه رأيك بقى الاكل موجود لا كل الاول لا صلاتة بحضرة طعام ولا اللي جاي من برة أه عايز خش عمام تمت خش أه أصلي الاول يا عم تصلي مين خش جدد وضوءك وتقف كده في أمان وطمأنينة رجلك واجعتك صلي وانت قاعد فاش حاجة ان الله كان بكم رحيمة فبنوا إسرائيل شددوا على أنفسهم محدش طلب منهم كده والله فشدد الله عليه كان فيه قتيل في بني إسرائيل حبوا يعرفوا من القاتل فراحوا لسيدنا موسى ادعوا لنا ربك يعني شوف حتى حتى يعني قلة قلة أدبهم مش يدعوا لنا ربنا هو رب موسى بس مش ربكو كمان طيب فسيدنا موسى قال لهم عشان نعرف مين اللي قتل ربنا قال لي ان فيه طريق واحد ايه الطريق الواحد عايزين نعرف مين القاتل الحقيقي للمقتول ده اللي ماد ده عايزين نعرف مين اللي قتله الحل الأمثل ان احنا نصحي المقتول اللي تقدل ده نصحي ويقول لنا مين اللي قتله شفت ازاي ايه ده نعملها ازاي دي فراحوا لسيدنا موسى قال لهم بصوا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا هتتخذون هزوك شمعنا بقرة انهم عبدوا العجل عشان ربنا يكرمك ويستجيب دعائك ويستجيب دعائك لازم تصل لقناعة انه تتقطع بك كل الأسباب وتقطعت بهم الأسباب لازم انت بتدئ ربنا انك تقول لربنا انا معرفش غيرك رب انا مش معتمد على حد واولهم شطرتي مش معتمد عليها انا لا معتمد على فلوسي ولا معتمد على وسط عرفة واش معتمد على انا لا اعتمد الا عليك وإياك نستعين اخصك وحدك بالمعونة انك تدهالي مش طالب من حد حاجة فلما ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى عبده ويجد ان هذا العبد متذلل ومتضرع ومفتقر لربنا ربنا ادلو لهو عايزه